وكذلك رينا أسماء من الموجودين في ختم البحث هذي ساعة قبل كل شيء أستاذ ديلو شو معنى هالختم الأبحاث هالكلمة هذية اللي قعدنا ندوله فيه شو معنى معنى تسكر دوسي معنى هالناس هذو ما معادش عندهم معادش عندهم مراحل أخرى ما فهمنيش لا هو في المحاكمة ثم مرحلتين ثم مرحلة متى استقراء وثم مرحلة متى محاكمة المرحلة متى الاستقراء فيها قضي التحقيق ودائرة الاتهام احنا توا في اشتر مرحلة لول ولكن اشتر مهم عليش الخاطر الدوسي هو اصلا موجود عند حاكم التحقيق يعمل الابحاث في متاعه ويعمل المكافحات ويعمل اختبارات الى غير ذلك في الظروف العادية مش في الملف هذي ومن بعد يحيلوا لدائرة الاتهام نحنا وصلنا لهك بايش يحيلوا لدائرة الاتهام بقرار في ختم البحث انا ختمت البحث عندي كقالي التحقيق توا بعضت الملف لدائرة الاتهام ولكن في الملف هذا الحقيقة حجم الخروقات غير مسبوك باي استاذ جيلو رينا برشا ملاحظات من نوع انه ما ورد في قرار ختم البحث فيه كثير من العبقرية في الافكار والسياغة خلينا في العبقرية اي انشتاين اي البرت انشتاين عليها رحمة ماليه يقول الفرق الفرق ما بين العبقرية والغباء انه العبقرية لها حدود ايفه محتك بان بي هنكمل الفكرة دونك العبقرية اللي صارت في السياغة خليت الكثير يتسائل فما حتى اسماء اللي ما هيش موجودة في تونس انا مثلا شوفت تدوينة اللي نوردين بن تيشا اللي هو نعفو كل انه غائب على السيحة السياسية وغير موجود في تونس يقول انه موجود في البحث موجود في قرار ختم البحث على اساس انه يتلقى اميل من الخارج فما مرارينا تيموانياج قتلك اخوها حتى كرهبته في سيج بوسعيد بحث دار خيام التورج فما هدومة في هذا غريب جدا هو ثمزوز اشخاص انا من نبهمش على الاقل كمال الطيف من نبوش ولكن نفدلكم احنا كموحمين قدام حاكم تحقيق قلنا لو كي حشتكم باسمه مو كيما ثم الحجز السوري في وسائل النقل مثلا اعملوا ايدها سوري خليه في داره ووقفوا له اسمه كيف كيف هذا يا حتى بسلامة هذا المشكلة يرتكب الجريمة وكرهبته كرهبته تحتت فما شكون وقفها بحث دار خيام صورتها الكاميرا القاروح موقف الرجل هذي يحطوا كرابته في الحبس ويخليه هو هذو من الحاجز مثلا تماما من الحاجز الغريبة ياسر اه الناشطة الحقوقية والسياسية المعروفة بشرة بالحاجز حميد كيف تقرأ بخلاف المهز انها يتنسق ما بين النهضة والسلطات الفرنسية وانه وسمها ماكرون كيف توصل اخر قرار ختم البحث تلقاه في القائمة التي تحفظت لهم التوم حيث وما ثماش ما يكفي من الأدلة والإثباتات لتوجيهة تماما دونكت حفظت لها زي تقدم شوية القدام تلقاهم بين المحالي بيعدد كبير من التهم بي الاسماء اللي معروفة في القضية هذية اللي هي خيم التركي ومجموعة المحامين الموقفين كل شو التهم اللي توجهت طوام بما انه عندكم معطيات قبل استاذ ديلو جيت بحثينا هنا برشة مرات قلت يا أخي وجهوا لهم تهم خنافهم الناس هذية شنو عملوا دونك اليوم شنو طلعوا عملوا لا هما ما عملوا شي ولكن شنو التهم اللي تواجهت لهم ثم وزير مرة في مجلس نواب قالت قلوا ما ثماش تهم راي ثم ما تهم نحنا ما قلناش ما ثماش تهم قلنا ما ثماش إثباتات وما ثماش أدلة قايمت التهم تقريبا خلينا نقوله صفحتين وشتر من قانون مكافحة الإرهاب ومن المجال الجزائي من قانون مكافحة الإرهاب الانضمام المنظمة الإرهابية والتآمر والإضرار بالأمن الغذائي والبيئي وكتهمها الطريفة اللي هي إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية ويبدو لي نحن البلاد الوحيدة في العالم اللي الواحد فيها هي نجي معيات للقضاء على خاطر حكاها لرئيس الجمهورية في غيابه نحن تعرفوك المثلة اللي قل لك يا عمبول بي في غيابه شنو تقال في رئيس الجمهورية حسب خاطر الأبحاث قالوه في غيابه وتعدوه على القضاء وتوجه تهم تهم تحبنا هنا تقولوا تهم نكرو فأما ناس حكيت مع بعضها في تليفونيت وغيره وتوجهت لهم تهم إيش أعطينا أمث قالوا كلم على رئيس الجمهورية قالوا كلم غير مهذب على رئيس الجمهورية ما تحب نعودو لا غير مهذب ما نعودوش في الإذاعمة وغير مهذب معناه ايه ما الناس ما بين بعضها حكيوا مع بعض الناس ما بين بعضها سقرات قديم بارشة قالوا روثا ما الناس يذكروا فيك بسوء قال من ديمهم بعد عليا مش يقولوا كلام خايف خليهم حتى يضربوني ايه خيوة ما دوش حق تو كان في الإعلام قال الرئيس فاشل يتحاكم كما سيلوت في المراحب ستة شهور وكان في محادثة خاصة قال كلام الرئيس الجمهورية يتعدى بأمر موحش رو بين قوسين هذي الأمر موحش عمره ولكن جريمة متى قول رأي الأمر الموحش كما مثلا اللي رمى عظمة لساركوزي مش رمى عظمة هو رمى عظمة لتشارلز تحكم بمية جنيه سترليني اما اللي ضرب ساركوزي دزو تعرفوها اللقطة الشهيرة تحكم بستة شهور سرسي نحن أمر موحش ناس قادر تدخل الحبس أستاذ جيلو نزيدو نقدمو أكثر في الأفكار هذية متع ختم البحث طريف جدا شنو أعطينا مثلا قرار ختم البحث قرار ختم البحث بين قوسين ربما لحظته اللي هو أكثر من 90% من الناس اللي علقوا عليه علقوا تعليقات هزلية وساخرة لأنه قرار نتفليكس ما هوش جدي نعطيك مثلا الشاهد هذي المحجوب الهوية جاعة أحويش ما تركبش أنا بعض وقت لي جاءوا المحامين قدام قاضي التحقيق وقالوا راو كمال طيف ما عندوش بنت خوه اسمها فلانا راو قلت لي كمال طيف قابل برناروري اللي فيه في لوكسنبور راو كمال طيف ما مشاش في لوكسنبور رجع من بعد عمل إفادة أخرى وعدل شوية في الكلام قال راو هذية تقدم نفسها لأنها بنت خوه وعاو دخل الناس جدود تفكر بعد أشهر طويلة ودخل الناس جدود مثلا غازي شوية وريضا بالحاش من الحواج اللي أكدت التهم عليهم أنهم روحين من فرنسا واحد من باريز مشاء ليون والآخر روح من مطار شاردوغول كي جينا رجعنا لعائلات سمقلنا لمربي كيفاش الحكاية قالوا أولا هما أصهار نساب ريضا وغازي ثاني راو غازي شوية مشاء ليون بشي قابل ولده ليس اللي هو في ليون وريضا قاعدت في باريس خطر عنده ولده اسمه محمود قابلوا في باريس هذه هي الاستدلالات تم أخرين يقولك تكاثرت سفراتهم إلى الخارج بعد 25 جويلية مثلا عصام الشابي يقولوا أنه خذاها رقم الواتساب متاع شخص اسمه جون تورن من عند المدعو جون تورن خذاها من عند جهور بن بارك هذي جون تورن ظهري أنه شطال حققين الكل اللي تواصلوا معاهلو كان بش نعديوهم على القضاء نبقاوا تقريبا ممكن 1500 خطر هذية ممثل منظمة العفو الدولية في تونس لمدة سنوات طويلة تحب نعطيك أمثلة أخرين أمثلة بلا حساب وشي حكيت لقهاوي الناس اللي تشرب في قهاوي ما بعضهم خطر لكن تذكر أنت هذه القهوة الشهيرة متاع لازهر وخيام وبين قوسين زمينة لستاذ لازهر العكلميرا وما يعرفش خيام عرفوا قبل بأسبوع في تظاهرة متاع جبت الخلاص في شارع بورقيبة حكيوا شوية قالوا انت قابلوا تقابلوا في جهة حي النصر شربوا قهاوي وحكيوا على الأوضاع الاجتماعية وكذا مشافيهم تقيير أمني ببارمون ثم واحد بحدها مسمحهم قادروا يحكيوا اللي بشي غليوا في الأسعار وتعديت هذية وظنينها تفدليك ومش تبقى غادي ولكن تحالوا عليها الزوز بيه هذي حكيت غلي الأسعار بيه الفرقة معذورين ترجموا تو أوفيسرز على أساس أنهم زوز ضباط جينا لحاكم التحقيق وقلنا لوراو ضحكوا علينا لأمم المتحدرة مش معقول حاكم التحقيق كلف ثلاثة مترجمين قال لهم كيفاش تترجم تو أوفيسرز قالوا تترجم زوز موظفين نجيوا نتفاجأوا من بعد في قار ختم بحث نلقى والشهادة ذي الفنية بتاع المترجمين تم إسقاطها ورجعنا لزوز الضباط كيفي؟ المترجمين قالوا لا تم تجاهل كلامهم بيه هذي كل توا اللي ما ورد في قرار ختم البحث دونك بلوزو ما ولا عندكم معطيات توا تنجموا تحكيموا عليها لكن طبعا هيئة الدفاع ترا أنه هذي معنىها حاجة طريفة وغير واقعية وبعيدة كل البعد عالي صار بالحق بيه اليوم شنية المرحلة اللي فيها الملف نذكروا لي حنو جمع لي فيه تتراو وكان فما انتظار اللي الناس مش تخرج من حبس وستاذ تيل المرحلة اللي نحنا أنا مشيت مع العائلات وقت يستنوا في أولادة متصورنا قلنا لعلا والله لعلا يغلطونا المرة هذه إحنا ديما نستنوا كالحوش الخايبة لعلا يروحوا لكن مروحوش وحاليا هما محتجزين قسريا وحتى نحنا كمحامين كهيئة الدفاع بدلنا إسنا من هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين إلى هيئة الدفاع عن المحتجزين قسريا كم إنسان هزو حطوه في الحبس بدون بطاقة إداع حاليا ثم عبث إجراء فسرناه قضية موجودة في التعقيب موجودة قدام دائرة الاتهام وآيما تلتالي كان قاضي تحقيقي يقبل في مطالب الاستئناف والحال أنه دائرة جالسة وذلك كله مش مقبول ولكن من ناحية المضمونية من ناحية المضمونية كما قبل تم تعليق العمل بالدستور وتم تعليق مجلس النواب تم تعليق مشاركة الجزائية كيفاش تعليقها وعندكم وقيايا فعليا معاش تم قانون إذا كان يجي إنسان يتحال نحكي مع زميلك قبل ما ندخلوا الستيديو قتلوا إذا توري الأسماء ناحية خلو تحط سامير متبذل حد شي يخي إذا إذا كان إذا كان شاهد هدايا حك راسه وذكر خطر ما جاء بعد أشهر وقال آه ذكر ثم نوردين البحير وصحبي عتيق وفلان فلاني رام داخلين قال له علش قلت ما قلتش مقبل قال توردتني أسماء برب شنو اللي يمنع أنه شهر التالي كان يقول راو فلان وفلان وفلان رام زادة كان وضع العين وصدقوه بقوله بينما الأصل اللي يصير في القضايا شنو أنت قدمتش هذا أو لانا ساعة شاهد نعرضوها القوادح يخي شكون قال كي واحد يشد عليك ما يلقى البارح أنت وياه في المحكمة الشاكين ببعضكم بالقوادح هما الحاجات اللي نجموا نطعنوا فيهم بشأن هذا في شخص وفي شيء تقول لي هو شخص داي غير مؤهل ولا عمد وعليه قد يتعرف ناس الكل تعرفهم مش كون لا بحتى حد ما يعرفهم مش كون كانت نجم تقلنا عليهم تحب دخلني الحبس علي لأنه وفق قانون مكافحة الإرهاب كشف الهوية المحجومة جاري مرهبي بي ما دخليهم أكيكة هما شو منين ناس كل تعرفهم أستاذ ديلو هذوم الشهدات تقدمت من عند أشخاص توجهت من تلقاء نفسها ولا ناس موجودة في السجن اللي موجود في الملف أنه توجهوا من تلقاء أنفسهم ولكن نحن كمحامين متأكدين أنه ما توجهوش من تلقاء أنفسهم وأنه وقت اللي تصاق تخدم الملف هذي تخدم على أساس الانحراف بإجراء موجود في قانون للهيب عليش نخبيوه هوية الشهد ولا الواشي بش الإرهابين ما ينتقموش منه ومن عائلته خاصة ساعة ويبدا مثلا في الحبس بش ما ينتقموش من عائلته إيه هذي ينطبقوها مع محامين ومع السياسيين مدنيين مع عصاب الشابي وعبد الحميد جلاسي وجوهر وغازي وريضاء وهذهم هذهم الناس اللي بش نتقموا من عائلاتهم يجيب لي الشهد بش نواجهوا أما نحن تول ما نعرفهم مش كون أولا وثانيا يا سيدي جابوهم بقينا عنا أمل لأخر لحظة أنه ما يمشيوش بش هادتهم برك احنا عملنا مطلب رسمي كتابي في رفع الحجب عن الهويات رفع قليل تحقيق وعلنش رفدوا لأنه والناس الكل تعرفوا شهادتهم بشتح بدون حتى مناقشوا مضمونها لأنه معروف عدواتهم مع بعض المحلين ومعروف تفاهي عن الشهادة هذه والحمق والغبال لانه فيها حتى معطيات ما تركبشها لبعضها. والمشكلة انه اللجاء العقل لا من اللي يتكلم لا من اللي يسمع. كيف نلقاه وبعض المعطيات انه نلوش في الجوجل شي يضحك. يقول وراه فلان موجود في في اجهزة اسرائيلية كذا وكذا جيت لوش لقيت الاجهزة بعض اسماء حتى مش موجودة. اصلا. يقال انه اذا عنده خمسة جنسيات وانه عنده استمارات في تونس. انه برنار اونري ليفي يعطل في الفصفات في الحوض المنجمي. وانه عنده جنسية جزائرية وجنسية مغربية وجنسية الدول الافريقية. وانه عنده استثمارات في في تونس. وانه اجتماع تعمل في سفارة اه تونس في بلجيكا في بروكسيل. وحضروا فيه امنين. وبعد يكون حضروا فيها عسكريين. والسفير ما في بالوش. بي. السفير اللي هو زي الخارجي الحالي. لانه كان في بالو مصيبة. وكان ما في بالوش مصيبتي. اش نعم كيفاش فضو هذي. اللي تقال من اللول هو انه مجموعة من الاسيسيين هذو ما اللي تقوم وموقوفين موجودين في السجن قابلوا السفراء. بعد التحقيقات اول ما تقدمت شوية. فما بالي خرج على اساس انه وقع تبريئة هؤلاء السفراء والبحثات الديبلوماسية. دونك هل ما زالت النقطة هذي قايمة في قرار ختم البحث. مانه تقابلوا سفراء ولا ما قابلوهم. مش طو. اه هو نحاول التخابر خليهو التأمر. ولكن اسمامة الديبلوماسية من السفراء مزالت موجودة في الملف. طو تتصورش خلوط. نجمش يكون زواج فيه شخص واحد. لي لي. اه ازم طرفين. كما التخابر هو. ما يجيش يعاقب تزواج الصح فيه واحد بارك. لا. وتصديره في السالة فيه واحد بارك. لا لا. وناخذوا خاتم بارك ومش زوء. ما يجيش. اي التخابر يجبش يكون ثمان متخابر. وما ثماش متخابر معه. حاليا النيابة العمومية برقت السفراء. ولكن الناس الاخرين اللي ما عندهم ولي. يبقاوا متهمين. واسماءها موجودة الى حد هذه اللحظة. موجودة في الملف. ونحن بين قلسين. سمحني خلوط. سمحني. نحن قدمنا ايضا مطلب رسمي كتاب القاضي التحقيق. للاستماع. للسفراء هذوم. عيت لهم يا سيد قاضي التحقيق. اسمحهم. فما الناس تخبروا معاكم ولله. الناس اللي قابلوكم. ايش حكاوا معاكم. عيوض أنوا يعيتولهم. عيتوا اللزوز من هيئة الدفاع وعملهم قضية تحقيقية. في على خاطر الاسماء هذي. هم. بيه. التهم هذي الكل او الشبهات المواجهة للموقفين. استاذ ديلو طوي مش تمشي. البحث هذي ختم البحث طوي مش يتعدل. مرحلة مقبلة طوي. مرحلة مقبلة مناعفواش خطر. الاصل انه نهار اربعة افريل دير ثلاثة ايام صدرت قرار في رفض الافراج. نهار خمسة عقبنا. وعننا ها هو الشيء تنشر. متع التعقيب. هذي اشياء تنشر متع التعقيب. هاي. معنى ثم قضية التعقيب وعندها عدد. في عوضل الملف في يمشي للتعقيب كما يقول قانون وكما في كل قضايا مئات والاف القضايا. ايش يعملوا? بليل. عشية رمضان ولا في ليل رمضان بعد شوق الفتر. يرجعوا ملف للسيد قضية التحقيق. في عطلة العيد. يعمل قار ختم البحث بمتاعه. ويرجعوا للدائرة. ومحكم تعقيب السنة. هذي اش رأيي. واقعيا لان نحن توا بحكم الامر الواقع. اللي عنده الهراء وهو اللي يحكم. توا الملف موجود عن دائرة الاتهام. نهار المواطنين. كان ما منعوكمش. لانه بالنسبة لنا نحن متصورين انه مش يمنعوا. لانه اللي يعمل عملة كيف هذي. ميساعدوش انه بتسلط عليها الالأضواء. هو اخدته وتكشف الحقيقة ويتعرفش كل متآمر. اللي في الملف ولا اللي في الملف. اه فما سؤال استاذ ديلو قد يبدو باديه جدا. طوى معناها القضاء في تونس الكل. والحجم الكبير متاع الملف هذية. والخروقات اللي تحكي عليها. وختم البحث اللي الطريف. معنا تحكي في نكت انت طوى راهو. معناها استاذ ديلو ن نسمعو فيك بالحق. معنا حاجات يلحكو على ما فاما حتى حد قال ليه ما يجيش هكا. ما فاما حتى قاضي في وسط هذوم الكل يقول ليه هي تنحطوا الملف ما صار وخطر بالحق. معناها تونتم هاي الدفاع. عبش نعطيك مثال بسيط جدا. وتنجموا تقولوا اللي تحبوا ما انت خطان فما قضاء فما الدولة. عبش نعطيك مثال بسيط جدا. البرنامج اللي بعدك شكون يقدمه. جيهان. جيهان. اه. اذا كان انت تسألني سؤال ما يعجبش الناس اللي قاعدين يتابعوا في ال برنامج. يقول لك شدارك. زميلتك جيهان اللي بعدك. اذا كان باش تعايت لو واحد يشبه لي. تطرح علي نفس سؤال. هي شجاعة نجم تطرح علي نفس سؤال. ولكن مش الناس لكل مستعدين انوا شدوا ديارهم على خطر قناعات. تحكي على القضاء. نفس الشي. شنو القضاء تخايفين ليشدوا ديارهم. اخي هذا اللي قاعد ساير. تعرف شنو اللي صار. تم ساعة سبعة وخمسين قاضي اللي قلنا لهم بجرة يقلب. قلنا لهم برا روح. مشي وش القضاء. القضاء انصب تسعة وربعين منهم. الدولة تنطعت وتمنعت ورفضت تطبيق القرار المحكمة الادارية. جينا نحينا المجلس الاعلى للقضاء. حطينا مجلس مؤقت. حتى المجلس المؤقت جينا فرغناه. وحاليا انتوا البلاد. والقضاء. بلاش? مجلس? القضاء تقول قايل كيفاش قاعدين تسمعوا? بمذكرات عمل. وصارت حواج عمرها ولا صارت قبل. اللي في العام اثناء السنة القضائية. عشرات التبديلات. وهكم شفتوا البيان. قاضي التحقيق قابلتوه. قاضي التحقيق اللي عمل ختم البحث قابلتوه. قابلناش يا تابي. دي ما قابلوا فيه. وشو هتحدث معكم? نحنا مشكوة مش مع الاشخاص ومنحبوش نقدموا اللوم لاشخاص لانه نعرفوا انه شيء اقوى منهم. انتي تعرف ولا شفت من خلال. نعرف وشفت وسمعت ولكن المجلس باماناتها خلي ما تقوله الاعين ولوجوهما ولكن اللي تقوله الالسن نحنا ما ننقلهش على خاطر المجلس باماناتها. ولكن في ظل المرسوم خمسة وثلاثين. وقت اللي رئيس الجمهورية عنده الحق باش باش يقرر بقرار مفرد. يشد القاضي يقوله برشد دارك. معاش نجمو نحكي ولا قضاء. وحاليا السؤال. معاش القضاء مستقل ولا لا. هل فما قضاء ولا لا اصلا. معناها اليوم الوضعية بالنسبة ليكم تردية للدرجة دي اسمات رئيس الجمهورية في اخر خطابتو. تحدث على الناس اللي يلزمها تتحاكم بالقانون في اقرب الاوقات. وقال طالت الاجراء. مما جعل هؤلاء يتآمرون من داخل السجون. فلوس ومخدرات. هو هو الرئيس اقر انه الاجراءات طالت ودعا الى تنفيذ القانون والتسريع. ولكن التطويلة ده ادى الى اكثر مؤامرات داخل السجون. ايه كيفاش عارف الرئيس. الرئيس. يعرف الرئيس كل شيء الرئيس. ايه كيفاش توصلوا المعلومة ما هو تقارير المشكلة في اللي يوصل التقارير. شمعناها معناه يتجسوا على المحامين في زيارات. كيفاش عارفوا. شنيه اللي اشنو الخيط الواصل ما بين الموقفين والعالم الخارجي. عائلاتهم يزوروهم من وراء البلارة وبالتليفون كل كلمة مسمع. سيهمت للمحامين هذي. لا نحن نحب ونعرفوا كيفاش شكون وصل الرئيس. انه المنوبين يتآمروا من خلال شكون. يام العوان قاعدين ينقلوا في المخطات التأمرية. ولا المحامين واذاك على شكل لا حطوش في بياننا قبل الاخير. دعونا الهائة الوطنية للمعطيات الشخصية. باش تثبت في ظروف زيارة المحامين. ما نتهم في حتى حد ولكن بالاستنتاج. وبالاضافة لحاجة اخرى يا خلود. فضل. يا اخي كي تسميهم المتآمرين. شبقى للمحامين. وشبقى لقضاء. نسميهم مش آمر متآمر. نسميهم مضنون فيه. اذا كان انت حددت الحكم. كي تقول متآمر ولا زال يتآمروا. شكون القاضي اللي بشي يسيبوا. كان عمله مطلب افراش. نقوله سيب المتآمر ولا سيب المضنون فيه او بري. يعني تعتبر انه رئيس وصفة. اصدر الاحكام. ولم يبقى للقضاءات الا تقدير العقوبة. واستعجال السلطة التنفيذية للاجراءات القضائية. ليس استعجالا لاذهار البراءة او الادانة. وانما هو استعجال لتحديد العقوبة بعد ان قررت السلطة التنفيذية ان الموقوفين مدانون. بيه. رئيس من الول. من الول بكل. من الول بكل. جيت مراسلة من جهة امنية للوزيرة العدل وسيدة وزيرة العدل. بحثت مراسلة السيد ممثل نياب العمية. طلبت منه. فتح البحث. ونحن المراسلة هذية كما تذكر. وعمل ندوى صحفية قدمنا قضية. وعلى اثرها تم تتبع الاستاذ عبدالعزيز السيد. اللي هو حكي على الاتهام بالتدليس لجهة اللي بحثت المراسلة هذية. ولكن القاضية اللي حكمت بعدها سمع دعوة الاستاذ عبدالعزيز السيد. لتو ما رشعتش الخدمة. طوى هذية بالحق سؤال. بش نسألو باسم العائلات خاصة والناس اللي تستنى في خروج الموقفين هذو ما ينسجن. المدة تقريبيا متاع الايقاف قداش مازال بشي يزيد. عندكم على فكرة يمكن تقديرها من خلال استقراء للاجراءات اللي جاية استاذ ديلو؟ المدة وفات. نحب نقول للعائلات رهموا ولادكم محطوطين في الحبس بدون اي موجب قانوني. ونقول لهم ان الناس تحكي على المعارضة السياسية والناس تحكي على التآمر والناس تحكي على كذا. اللي يحطوا ولادكم في الحبس بهذه الطريقة الظالمة. اللي بش يخرجوا من السلطة ماشي لمؤامرات. وانما دعاء المظلومين. استاذ ديلو اخر سؤال فيها شوية سياسة. هل من بين الموقفين اليوم في قضية ما يعرف بالتآمر من ينوي ان يترشح او يساند مترشح للانتخابات الرئاسية؟ احنا في حديثنا معاهم الكل لهم يرجحوا انه اللي قاعد صاير موش انتخابات وعملية اقتراع اذا بش تصير. حطان وراق في صندوق. ولكن يعتبروا انها منافسة. مناسبة عفوا. مناسبة بش كل المؤمنين بالحرية يخوضوا معركة شروط التنافسية. الانتخابات بدون تنافس ما عندها حتى معنا. والانتخابات بدون شباك للتداول ما عندها حتى معنا. وتونس جديرة بان تكون فيها انتخابات حقيقية مش مسخر. شكرا لك. استاذ سامير ديلو. مارسي بكو عضوها الدفاع عن الموقفين في قضية ما يعرف بالتآمر. شكرا لكم. مارسي بكو. ملتقنا غدوة في تسعين دقيقة.